الاقتصاد التونسي قبل ما نشوفه هل إنه ما طرحه رئيس الدولة في اجتماع مجلس الأمن القومي كافي فقط لتعويف هذه التمويلات الخارجية سؤال يطرح نفسه مهدي مناعي اليوم شكون المتسبب في هذه الوضعية ومن المستفيد من الأزمة ليعيشها قطاع الفصفات على مدة عشر سنوات أو أكثر السؤال هذا هو مربط الفرس التعاطي مع ملف الفصفات في تونس ما يزمنش نقتصره على حدود العوامل الداخلية الموجودة في تونس صحيح فما فساد فما طواطق من عديد الأطراف السياسيين قبل في موضوع الفصفات حتى صفقة القطارات هذه يراهي فيها ملف فساد كبير متعرشوه وغيره وذلك على جهة القطارات غير متابقة للمعايير وغيره صحيح فما سوء حكمة شركات الغراسات والبسنة في حد ذات أن نعتبرها ملف فساد مالي كبير لأنه هذه عبارة تعطي في إنسان في شهرية مقابل أنه ما يعطي حتى على حساب شكونا على حساب دافعي الضراء يعني مواطنة في الضرائب للدولة التونسية باش حصلنا بي وضعيته أن نقاوروا نحن نخلصوا في شهاري وأجور لأطراف ماهيش قاعدة تخدموا ماهيش قاعدة تتأدي في دول لكن الأخطر من هذا أن السؤال الأهم من المستفيد الأول من ضرب قطاع الفصفات في تونس ومش الفصفات واحد وراه والسياحة والاستثمار الخارجي وغيره أنا نقول لك فما أطراف داخلية متواطئة مع دول خارجي لأنه ملف هذا يجب أن يكون ملف أمن قومي من الدرجة الأولى والدولة ما تعطيش معها بمجرد من احتاجات اجتماعي غيره ولأ فما أيدي خافية قاعدة تتآمر مع دول أجنبية مستفيدة أساسا من إيقاف الإنتاج في تونس ونجم نعطيك حتى القابرة وأحنا نحكي وتوى على خسير تونس خسرته 20 ألف مليار في مقابل النجم السميل الكراقم مثلا وزارة الاقتصاد المغربية مثلا أعلنت عن 10 مليار دولار مدخيل من قطاع الفصفات يعني هنا نجمه نفهمه مستحق أن نوجهه الأساب على مباشرة معناها للأطراف بعين لكن نجمه نفهمه المستفيد الأساسي اللي من مصلحته يعتل قطاع الإنتاج وذلك عليش تعاطي مع الملف ليس يكون تعاطي اجتماعي ليس يكون تعاطي أمني أمني من الدرجة الأولى زيدة لأنه فما أطراف يما عن قصد أو عن غير قصد متورطة في التخابر مع جهات أجنبية أو مع دول أخرى اللي هي من مصلحتها الأولى والأساسية إيقاف الإنتاج وأنها تفكرنا في الأسواق اللي كنا نخدمه معها نحن الأسواق التقليدية بتاعتونس خاصة وأن نوعية الفصفات المتاعنا خير بيسر من نوعية الفصفات في عديد دول أخرى